بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي بدون يا دنيا منحرص دائما نقدم لكم كل ما هو جديد على مستوى العالم مش بس على مستوى الأردن اليوم رح نحكي عن عملية تحويل مصار الاثنائي عشر والفنكرياس هاي العملية هي عملية للسمنة ولكنها من أقل العمليات إجراءا وأكثرها فاعلية اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع مع الدكتور حمزي الحلواني أخصائي جراحة السمنة والمنظار والروبوت لأنه هذا الدكتور هو اللي أجرى هاي العملية ويجريها في الولايات المتحدة خليني نرحب مع بعض مع الدكتور حمزي الحلواني أهلا وسهلا دكتور أهلا فيكم وصباح الخير ويسعد صباح متابع وأهلا وسهلا فيك رجوعك للأردن عمد الله على السلام أهلا وسهلا فيك دكتور فخورين دائما إحنا بالكوادر الأردنية اللي بتثبت حالها مش بس عربيا أيضا عالبيا إذا منحكي عن مستوى الأردن عمليات السمنة 200 ألف تقريبا في السنة ولا مرة أجريت هاي العملية رح نحكي عنها هلا مع أنها هي الأكثر فاعلية على مستوى الولايات المتحدة برضو لا يتعدى الرقم 1 بالمية بإجراءها مع أنها مهمة كتير زي ما أنت هلا رح تذكر لنا شو سبب أهميتها وشو سبب عدم اللجوء إليها كإجراء صحيح إذن بس لرقم 200 ألف هو في الولايات المتحدة الأمريكية يتم إجراء عمليات السمنة تقريبا 200 ألف عملية في السنة نعم هاي العملية تشكل أقل من 1 بالمئة من عمليات السمنة على آخر سنتين تقريبا إذا منحكيش عن هاي العملية هاي العملية بلشت بالثمانينات تقريبا كان اسمها سكوبينارو بهذاك الوقت تم التحديث والتطويرها هاي العملية في منتصف التسعينات لحد ما أصبحت بشكلها الحالي سنة 1999 تم إجراء هذه العملية بجراحة المنظار فكان هذا إنجاز هاي العملية تتكون من جزئين الجزء الأول هو تكميم المعدة أو قص المعدة اللي هو نحنا من يعرفه بشكله الحالي نعم الجزء الثاني من هاي العملية اللي هو تحويل مسار 12 والبنكرياس بمعنى أنه الاثنى عشر يتم قصه وفصله وإعادة ترتيب الأمعاء الدقيقة بحيث يصبح الامتصاص بآخر مئة سنتيمتر من الأمعاء الدقيقة لذلك هي أقوى عملية لجراحة السمنة طب دكتور إذن هي جزئين يعني أول شي قص المعدة وبعدين يعني بنقص جزء الاثنى عشر هو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة صحيح بنقام هذا وبتوصله مع بعض عشان تحويل مسار صحيح طيب نعم نعم نشوف الصور هلأ دكتور نعم الصورة هون إذا نتطلع على المعدة نشوف كيف فيه تكميم للمعدة أو قص المعدة بالشكل المتعارف عليه اللي هلأ دايما نحن بنجريه بينما إعادة ترتيب الأمعاء الدقيقة مثل ما هم بيين في الصورة عنا يتم وصل الأمعاء الدقيقة بآخر جزء من الأمعاء الدقيقة قبل الكولون يعني عم نحكي عن آخر مئة سنتيمتر وهاي هي الامتصاص ولذلك أن هذه العملية جدا قوية بتمتص ثلث على سبيل مثال ثلث كمية الدهون اللي بيأكلها الإنسان هذه العملية بتسيطر على الوزن الزائد بنسبة 90% يعني عم نحكي أنه بتخلي المريض تقريبا قريبا لوزنه الطبيعي أو وزنه مثالي باقي عمليات السمنة ممكن توصل لـ 70% من التخلص من وزن الزائد شغلة تانية جدا مهمة هي التخلص من السكري هذه العملية إلها قدرة التخلص على السكري من 95% إلى 98% فنحنا عم نحكي عن رقم كتير كبير خاصة للناس اللي عندهم سكري اللي لهم مادة طويلة ويأخذوا إنسولين تتخلص من الضغط بنسبة 80% تتخلص من الدهون بنسبة 99% نعم طب أنا سؤالي دكتور لما نقص جزء من الاثنى هي عشر شو من استفيد هون الاثنى عشر ما عادي شوف أكل فيه تختلف هورمونات داخل الجسم وهون هي السر العملية اللي بتسيطر على السكري لأنه الاثنى عشر بالنسبة له ما عم بمرء فيه أكل وبالتالي المريض زي أكله ما عم بياكل مع أنه هو عم بياكل فمشان هيك إلها قدرة علاجية جدا عالية في علاجه السكري يعني دكتور يعني امتصاص الاثنى عشر أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة يختلف امتصاصه عن الجزء الأخير أو أخر مئة سانتي فنحن نقيم هذا فكنه ما أكل أكله ما أكل يعني بيطلع الأكل زي ما دخل تقريبا نعم طيب دكتور لما نحكي يعني أنا اللي أخاف منه أكيد فيه كثير أشخاص عم بيسمعونا أنه إحنا لما نلعب بالتركيب الطبيعي للجهاز الهضمي أو للجسم فيه مخاطر بيكون فيه سلبيات أو فيه أشخاص بتنصحهم أنه ما يلجأوا لها شو مشاكل أنه إحنا نقص جزء من بداية الأمعاء الدقيقة صحيح لا شك أي عملية في إلها مخاطر لكن إذا نحكي عن مخاطر السكري وزيادة الوزن فهي أكيد مخاطرها كثير أكثر من مخاطر العملية السكري والضغط والزيادة الدهون هاي كلها عوامل بتساعد بزيادة الأمراض وبالتالي المضاعفات للمريض لو ما عمل عملية نعم وهذه العملية نحنا بحب أنوه أنه هاي مش يعني ما بنعرضها أول خيار فيه ناس مؤهلين لهذه العملية وفيه ناس كثير غير مؤهلين لهذه العملية مين المؤهل؟ تمام إذا عم نحن 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 ح característي breathes 15 بمعنا إن Hoje lg بشكل عام طبعا يعني نحن 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 م tutteه تقريباً وزنه كان قبل عملية تكميم المعدة 180 ووزنه المثالي 70 وعمل عملية تكميم ونزل إلى 120 يبقى عنده 50 كيلو جرام زيادة عملية التكميم ما رح تقدر تنزله للوزن المثالي لأنه أصلا كان مبلش بوزن كثير عالي يبقى هذه العملية نجريها كمرحلة تانية بعد التكميم فللناس اللي ما وصلوا للوزن المثالي أو لسه عندهم سكري وحبين يعملوا شيء أكتر هذه العملية بتكون عملية مثالية تمام إذن إحنا معنا فيديو دكتور هلأ رح نشوف مع بعض اللي منكم عم بتسألوا كيف تجرأ هاي العملية خلينا نشوف مع بعض الفيديو التوضيحي ونكمل حوارنا مع دكتور حمزي الحلواني ترجمة نانسي قنقر تفضل دكتور إذن هون عملنا الجزء الأول اللي هي التكميم المعدة وفصلنا الاثنى عشر يتم إعادة ترتيب الأمعاء الدقيقة بهاي المرحلة بحيث يتم وصلها بآخر 100 ل 125 سنتمتر من الأمعاء الدقيقة وبالتالي الامتصاص يكون قليل بالنسبة للدهون هاي العملية ممكن نجريها بالمنظار وممكن نجريها بواسطة الروبوت الجراحي لأنها عملية جدا دقيقة هون مثل منبين كيف الأكل لا يجتمع مع المادة الصفرة أو العصارة الهاضمة إلا في آخر 100 سنتمتر من الأمعاء الدقيقة ولذلك هاي العملية جدا جدا فعالة طيب دكتور هلأ الجزء اللي ينقص وين راح هو الأزراء هذا؟ بالنسبة للمعدة؟ لا الجزء اللي ينقص من الأمعاء وين راح؟ بيتم محله بس منعيد ترتيب نحن نحن هلأ نشوف مسار أصفر اللي مرأ بالعصار الصفراء ومسار مش أصفر المسار الأزراء اللي هو الأكل والمسار الأصفر اللي هو العصار الصفروي أو العصار الهاضمة بجتمعهم بآخر الطريق ولذلك الامتصاص بيكون جدا قليل بدل ما يكونوا من البداية عادة العصار الصفراء أول ما يطلع من المعدة بمرؤ بالبانكرياس تيجي العصارة ويكملوا مع بعض هلأ فوصلناهم؟ فوصلناهم عن بعض ورجعنا وصلناهم وعدنا الترتيب بآخر 100 سنتمتر ولذلك هي من أقوى عمليات السمنة والجزء اللي قصناه بيضل محله صحيح طب شو بيصير فيه؟ ما بيتعفن ما بيخرب؟ يعني بيضل يمرؤ فيه دورة دموية بس نشطعها بيضل يمرؤ فيه دورة دموية والجسم والأمعاء تصدر إفرازات وبالتالي تنزل لحالها فما فيه أي مشكلة يعني الجسم بمتصها؟ صحيح أصدق؟ آه أوكي صحيح آه هنا عم نعيد الفيديو طيب دكتور نحن نحن نحكي بـ 2000 عملية في الولايات المتحدة واحد بالمئة بيلجأوا لهذه العملية تحديدا ليش الرقم هذا قليل؟ مع أنك أنت متشجع متحمس لنتائج العملية أكيد رقم هذا قليل لأن هذه العملية معقدة نوعا ما بدها تحضير جدا جيد قبل العملية من أي ناحية؟ بدها اختيار المريض المناسب لازم المريض يكون عنده التزام بالمتابعة ما بعد العملية والالتزام بأخذ فيتامينات نعم نحن قللنا الامتصاص كثير لكن على حساب الفيتامينات فهيكون عندنا نقص بالفيتامينات نحن نبدل الأدوية التي كان يأخذها المريض التي هي الضغط والسكري ممكن يأخذ أربع أدوية سكري ثلاث أدوية ضغط وإلى آخره بأدوية فيتامينات لكن منكسب أنه تخلصنا من السكري وتخلصنا من الضغط وتخلصنا من الوزن الزائد بدها متابعة جدا حتيثة بعد العملية دائما لازم يكون المريض يعني معروف شو عم بيأخذ ما بسير ينتراك المريض بشكل عام مدة استشفاء نهار واحد في المستشفى بس نهار واحد أنه بنعملها في المنظر صحيح إنها عملية معقدة لكن تأخذ تقريبا ثلاث ساعات والمريض بيبأ نهار واحد في المستشفى وتاني نهار بيخرج على البيت دكتور حضرتك كنت تجريها بالولايات المتحدة بس لسه ما نعملت بعمان ممكن إجراءها هلا مدامك رجعت العمان وفتحت عيادتك بعمان ممكن إجراءها هون ممكن إجراءها إذا لقيت المريض المناسب والمريض مستعد أنه يأخذ هذه الفيتامينات مستعد للمتابعة نعم يمكن إجراءها أكيد يعني في بعض الحالات نقدر نحكي أنه نقدر بالمنظار وبيوم واحد أفضل من قص المعدة وغيرها من العمليات الخاصة بالسمنة يعني قص المعدة بعدها هي العملية نحكي رقم واحد وبعدها هي العملية أسهل عملية وبعدها هي لها نتائج جدا جيدة لكن النتائج الأفضل ممكن إجراء العملية والأوزان الجدا عالي يعني شخص مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية عملنا شخص وزنه 290 كيلو فما رح ينزل بالتكميم أكيد ما رح ينزل للثمانين ممكن نوصل 100-150 نعم الآن في الأردن لسه ما صارت لسه ما صارت ماذا الإمكانيات؟ هل ممكن تطبيقها؟ لسه ما صارت معي لكن إن شاء الله إمكانياتها سهلة غرفة عمليات عادية ما فيها اشي زيادة خل نحكي هي كلها أمور تقنية بسي لأنها الفكرة جديدة فكرة جديدة صحيح سيكون ممارسة يعني إذا حدرتك كنت تقوم فيها يعني بس بالولايات المتحدة ممكن إنه يقوم فيها ممكن إقامتهن الشغلة العائق الوحيد هو الفيتامينات الخاصة الفيتامينات الخاصة هي مش موجودة في الأردن عام نحكي عن فيتامين عالي نسبة الآي والدي والإي والك لأنه زي ما قلت بالأول كمية الامتصاصية تقريباً التلت من ديسبل للدهون فلازم المريض يأخذ كميات عالية من هاي الفيتامينات هاي الفيتامينات موجودة في أمريكا ممكن إنه تنطلب ويأخذها المريض ومش غالية كتير يعني بس هي الفكرة إنه طويلة الأمد يجب أخذهم طويلة الأمد أوكي بس دكتور كنت عام تقول إنه العملية أجريت من التمانينات وبعدين صارت التسعينات بالمنظر معناته في ناصرهم عشرين سنة عشرين سنة من إجراء العملية وصحتهم وتأثير عليهم نعم نعم في دراسة جديدة طلعت من المجموعة الكندية اللي هم خلني حكي بايونيرز أو متمرسين في هاي العملية أظهرت النتائج دعيتهم بعد عشرين سنة إيشار فيهم المرضى طبعاً متابعة كانت لحد فعلاً عشرين سنة يعني المرضى ما كانوا يتركوهم نتائج مذهلة تخلص من الوزن الزائد لمدة طويلة جداً وتخلص من الأمراض المصاحبة فعلاً معظمهم اللي عملوا العملية يرجعوا ونسألوا سؤال أنه ترجع بتعمل هذه العملية لون عاد فيك الزمن معظمهم قالوا أنهم جداً مبسوطين من النتائج شكراً شرفت دكتور حمزي أعطيك ألف عافية شكراً أهلاً سهلاً